بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهداء هتمر علينا أيام من أجل الأيام عند الله ولازم لما ندخل هذه الأيام ندخل من باب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام بركتها واسعة قوي ومحتاج كلام منور وكلام واسع بوسع تجلي ومحبة الواسع سبحانه وتعالى والإنسان الكامل هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقدر يدخلنا على حضرة الواسع في هذه الأيام المباركات وعشان كده هنقرأ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام المباركات فعن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الحديث ده محتاج تريس منه ونقرأه قراءة مختلفة لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما نروح لرواية تانية من روايات الحديث الشريف بيعدل لنا عدد من الأعمال الصالحة فيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية ما من أيام أعظم وعند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد نقف هنا شوية في هذا الحديث هذا الحديث بيقول إن العشر من ذي الحجة هذه العشر هي الأفضل والأعظم والأحب عند الله سبحانه وتعالى وإن العمل الصالح فيها أحب عند الله من سائل الأعمال في غيرها من الأيام وهنا فيه مفهوم أنا بحب إن احنا نتكلم عنه وهو ما يسمى بإدارة المواسم يعني إيه إدارة المواسم؟ المواسم يا سيدي الله سبحانه وتعالى يجعلها تأتي في حياتنا لكي ماذا تفعل؟ لكي تجعل العباد في حالة استعظيم لنعمة الله سبحانه وتعالى بيجي الناس وتمروا عليهم أيام صعبة فربنا سبحانه وتعالى يرزقهم الموسم فيفرج عنهم ويوسع عليهم يوسع عليهم زي ما وسع عليهم في ليلة عيد الفطر لما علمنا إن الموسم ده موسم توسع على الناس وييجي حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لنا من وسع على أهل بيته في يوم عاشراء وسع الله عليه سائر سنتي طيب أنا بقول لكم ليه؟ لأن المواسم فلسفتها إن الله جعل المواسم عشان يوسع علينا يوسع علينا من إيه؟ يوسع علينا من رزقه ومن عطاياه عشان الناس إيه اللي يحصل؟ يحصل لهم المكسورين والعرجان واللي ما يدروش يعملوا بالأعمال الصالحة ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليهم ويفتح لهم الأبواب المغلقة ويستطيعوا بعرجتهم أن يدركوا ركب السائرين إلى الله فتيجي المواسم وتكتر الخير وتكتر البركة وتخلي الأعمال مضاعفة فيبق أدوة فضل من الله سبحانه وتعالى وعشان كده تجد الليالي العشر فيهم تلات حاجات مهمة زي ما في الرواية التانية من الروايات الحديث إيه الحاجة الأولانية؟ التهليل إيه الحاجة التانية؟ التكبير إيه الحاجة التالتة؟ التحميد طب إيه معاني التلاتة دول؟ ليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن نحن نكسر من التهليل والتكبير والتحميد في هذه الأيام العشر عشان نقدر نشيل الأسرار والأنوار اللي هي في الليالي دي ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها التهليل يخليك تحس إن الليالي دي إن الأيام دي جاي عشان توسع عليك فتوسع عليك وتحمل من أنوارها وتتغذى بيها وتتدخر وتزودوا فإن خير تزاد التقوى فتتدخر من هذه الأيام بسر إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله فعشان كده نكسر التهليل عشان نتغذى بلا حول ولا قوة إلا بالله حاجة التانية نكسر التكبير ليه نكسر التكبير؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونكسر التكبير ليه؟ عشان من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فالتكبير نحس بماذا؟ بعظيم نعمة الله والتكبير عشان تحس بأن الكبيرة لا يعطيك إلا نعمة كبيرة فيبقى لا حول ولا قوة إلا بالله هنقدر نحصل إيه؟ هنحصل إيه في هذه الأيام؟ مع ما عملت؟ إحنا عايشين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأمر التاني؟ لا وكان فضل الله عليك عظيمة فضل الله الواسع الواسع فلذلك منته وفضله هيكون واسع منه سبحانه وتعالى وبعد كده إلا حاصل تكون متيقن متيقن من إنك إنت هتصيب النعمة وعشان كده يجي التحميد تحمد ربنا على إن إنت أكيد أصبت بنعمة من نعم من الأيام دي وعشان كده لما نيجي في يوم عرفة هناك من وقف بيوم عرفة وظن أن الله لن يغفر له فقد أعظم على الله الفرية يبقى عندنا تلات قيم أساسية عندنا إيه القيمة الأولى؟ الافتقار والعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله المعنى الثاني تعظيم نعمة الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة اليقين من عطاء الله سبحانه وتعالى خش بقى بالتلات معاني دي على الأيام العشر ساعتها هتعرف يعني إيه قوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله معنى معنى راقي قوي إن المعنى ده إن الله سبحانه وتعالى اللي يحبه هو بيحب إن العبد يتودد به إليه وإن أنت تسعى في حب مولاك هي أعظم معاني الحياة علشان كده العلماء قالوا خرجوا بقاعدة لطيفة كده إن الشيء اللي بيحبه ربنا يستلزم إن ده أفضل من غيره في الأجر وفي الثواب وفي الوصل بالله سبحانه وتعالى علشان كده قالوا إن العمل في الأيام العشر أفضل من أيام الدنيا كلها وربنا أقصم بيها فقالوا الفجر وليالي عشر بعضهم بيخلي الليالي العشر ليالي رمضان وبعضهم بيذهب إن هي برضو الليالي العشر من ذي الحجة تعالوا نستعرض إيه من الأعمال المستحبة اللي احنا نعملها بس أنا عايزكم بس تلتفتوا أنا بعتبر الموسم ده اللي موسم ذي الحجة مع موسم رمضان أو الله الموسمين بذات ولذلك موسم رمضان بعده عيد وموسم ذي الحجة بعده عيد ليه؟ ده جيزة الذين فهموا حلاوة الموسم اللي هو موسم إيه؟ التسكية هذا موسم جاء كرسي كده للتسكية ولذلك لو لاحظتوا كده إن رمضان قسم عشرة أيام أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عطق من النيران وكأن فكرة العشرة فكرة تلك عشرة كاملة فكرة العشرة دي دي أداف تسكية الإنسان جبت منيني الكلام ده؟ من قولي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا حتى الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال حتى الجهاد في سبيل الله وكأن الإشارة بالجهاد بيشير إلى أن العشرة بتاعتز الحجة هي عشرة تسكية ولذلك من الحاجات اللي فاهمها أهل الله إن العشرة دي بنصوم فيها وكأنهم ربطين برضو إن فيها تسكية زي تسكية رمضان ولذلك إحنا دخلين على العشرة هي عشرة تسكية تعالوا نقول لنفسنا كده إحنا تخلين على أن الله سبحانه وتعالى يهذبنا في هذه العشرة ولذلك تجد بقى في حاجات في العشرة حاجات كتيرة قوي اللي نوي وضحي ما يخصش من أظافري ولا من شعر ليه؟ قال لك يتشبه بالحاجات لا ده هو عايز يحصل له حالة من حالات الزهر حالة من حالات التسكية فلازم نفهم ده بشكل صحيح يبقى العشرة دي عشرة تسكية يبقى تعالوا نتفع مع بعض السنة دي إحنا سنسعى في تسكية أنفسنا وللاحظ كده إن لما يزود في التهليل يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله دي تخليه لما يزود في التكبير ده إيه ده؟ دي تحليه إنه يعظم نعمة الله الذي فيه يحلي حياته بالنعمة إن ربنا ادهاله ولذكر الله أكبر فيعظم النعمة يحصله بعد كده بقى الحل إنه يتهيأ للتجليه إلا هو التحميد بقى يحمد الله سبحانه وتعالى فيتهيأ للمزيد ولإن شكرتم لأزيد أنكم إيه ده؟ ده أيام فيه حاجات غريبة جدا وعشان كده سيدنا الحفظ ابن رجب الحنبلي بيقول حاجة مهمة قوي إن قيام الليل في الليالي العشر دي بيستحب قيام الليل في الليالي العشر وكمان بيورد عن الصالحين إن الدعاء مستجاب في الليالي العشر وعشان كده الإمام الشفع استحب الدعاء في الليالي العشر وكأنهم بيقولوا إيه؟ بيقولوا أوعى تفصل الليالي العشر دول في معانيهم وفي وظيفتهم في حياتك عن وظيفة المواسم الأخرى زي موسم رمضان كده وعشان كده سعيد بن جبير وهو الراوي لحديث رسول الله سلم اللي احنا ذكرناه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان إذا دخل الليالي العشر اجتهد فيها اجتهاداً حتى يكاد لا يقدر هذا الاجتهاد ويقول إيه؟ إن هو يقول لا تطفقوا سروجكم ليالي العشر يعني هو عايز يقول إيه؟ ما تنموش بالليل لأن الليل ده الليل المحبين يعني الليالي العشر دي ما تنموش في الليل إيه ده؟ ده فيها قيام ليل إيه ده؟ وكأن المعنى اللي احنا بنتكلم عليه دي أيام تسكية وأنا أعرف أنا كنت بشوف أهلينا وناسنا كان بيحيشوا حالة من حالات التسكية عجيبة إيه شي شوق للحج وإيه شي سعي في الخيرات وإطعام وزكوات وصيام وكأنهم صحيح مش واجب عليهم وكأنني أنا عايز أقول لكم حاجة كأن كان رمضان واجب إيه اللي حاصل؟ شوفوا كده حديث رسول الله سلم وما تقرب إلي المتقربون بأحبة مما افترضته عليهم ده رمضانه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إيه ده؟ ما دي الليل العشر وكأن كده الموسمين دول المركزيين في حياتنا بيعملوا إيه؟ ولاحظ أن العشر دولة واحدة من وحدات تقسيم رمضان ولذلك حتى العشر الأخيرة هي اللي بيلتمس فيها ليلة القدر والعشر من زل حجة بيلتمس فيها برضو يوم عارفة إيه ده؟ وعشان كده العلماء قالوا دي الليالي المباركات دي ليالي العشر من رمضان والأيام المباركات هي أيام ماذا؟ أيام زل حجة وكأنهم بيقولوا إيه؟ اوعى تبعد عن ساحة مولاك فإنه لي وانا أجزي به ولذلك من الأعمال المهمة في الأيام دي كمان ذكر الله تنفيذا لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات فالأيام المعلومات هي أيام العشر وده اللي عند الجمهور وده اللي عليه الجمهور وروي كمان في صحيح لمن بخاري أن سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة كان يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما إيه الحكاية؟ وكأن المسألة كده الناس حاسين أن ده لازم يبقى فيه حال يبقى رمضان الفرض والعشر من زل حجة السنة وما فيش موسم طاعة بيفوت على العبد فاللي ما قدرش على الحج ليه برضو أعمال ممكن يدرك بيها أهل الحج زي إيه؟ زي سيوم يوم عرفة بيكفر الزنوب زي الحج كده بيقول يعني الحج من حج ولم يفسق ولم يرفث عاد كأوم ولدته أمه طبعا نجي نقول له يا رب كأننا زي ما قاله لحضرة النبي ذهب أهل الدسور بالأجور في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة أحتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها زي ما في رواية الإمام مسلم يبقى إلا حاصل يلا هلموا صوموا يوم عرفة وكأنكم قد حججتم وتخرجوا من يوم عرفة مغفورا لكم كما خرج الحجج من حجين مغفور لهم وكمان إخلاص النية والاشتياق إلى الحق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر وذكر منهم عبد رزقه الله سبحانه وتعالى علما ويرزقه مالا فهو بهذا المال فهو صلطه على هذا المال يقول صادق لو أن لي مالا لعبدت بعمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء إيه ده؟ يعني الرجل بنيته ده أصبح بأجره ما سواء أقول لكم حاجة معروفة أو قصة معروفة كان رؤية عن ملك ابن الدينار وبعضهم بيقول لا ده مش معن ملك ابن الدينار ده رؤية عن عبد الله بن المبارك يقول إن عبد الله بن المبارك رحل حج مرة وكان يحب الحج فنام في يوم عرفة ووجد أن الناس وكأنهم لم يغفر له وكأنهم في ضيق فإلا حصل فنام تاني فسمع منادياً يقول اذهبوا وقد غفر لكم لقاء ما فعل موفق للإسكاف إيه ده؟ فقام فسأل عن هذا الشخص فعلم أنه من أهل الشام فبحث حتى وصل إليه فوجده فقال له أنت عملت إيه؟ قال له والله أنا قال له لازم أنا عزمت عليك أن تقول لي لقد سمعت كذا فقال له والله أنا ما عملتش حاجة غير إن أنا أعدت أجمع فلوس الحج لعشر سنين وفي اليوم اللي جمعت فيه فلوس الحج هو الشخص ده بيعمل إسكافي فجمع فلوس الحج اللي هو عشر سنين وفجأة إيه اللي حاصل؟ روح البلد بالفلوس دي فلأ أولاده بيعياته وزوجته بتقول له فهو بيسأله بيعياته ليه؟ قال له والله أصلي جرتنا عندها ريحة الشواء وريحة الشواء خلت الأولاد يعياته عشان هم عايزين يأكلوا لحمة ما أكلوش لحمة من شهور فقالت له يا ريت تستأذن وتطلب من جرتنا شيء من اللحم فزهب عشان يستأذن من جرتنا عشان شيء من اللحم فخرجت له فقالت له أنت تعلم أنني أرملة وقد تيتم أولادي وكدنا أن نموت من الجوع ومالإيه اللحمة اللي عندكم دي؟ قالت فنفقت غنمة جارنا وألقاها في الطريق فذهبت فأخذت من لحمها اللي أصبحت ميتة دي فأخذت من لحمها وشويت لأولاد لكي لا يموت من الجوع وأكلوا على أد ما يكلوا عشان ما يموتوش فإن كان هذا يجوز لك أعطيك منه فبكى موفق الإسكافي بكى بكاء شديدا قال ما قمنا بحقق وقد ظلمناك النبي تنأكل وأنت تبيت جوع أنت وأولادك وعاد إلى بيته وأخذ المال الذي ادخره للحق وأعطاه للأرملة وأيتامها فقال له عبدالله بن مبارك بهذا بلغت ما بلغت حج مش بس الحج ده هو سمع أن الحج ربنا أكرمهم بسر هذا الرجل يا سادة إحنا عشان نحج قدامنا أعمال كثيرة ممكن نعملها جبران خاطر حد في الظروف اللي إحنا فيها دي يجعلك كأنك حجكت فتح قلب واحد بعد ما نهدمت حياته قدامه هتفتح لك الباب كأنك حجكت بداية حياة علمية تتعلم فيها الدين بطريقة صحيحة بعد تشتت وبعد تشدد يخليك كأنك ولدت من جديد موسم الحج مش بس ميلاد جديد للحجاج موسم الحج لازم نعرف إن الأيام العشر هي أيام ميلاد فمن أراد أن يولد من جديد فهذه أيام عشر سيخرج منها مولودا جديدا وحسبه أن يكون من أهل يوم عرفة حتى يزوق حلاوة أنه قد ولد من جديد يا رب اجعلنا في هذه الأيام العشر من أهل البركة ومن أهل النور ومن أهل الفتح والتوفيق والسداد يا رب كريم أنت تعلم شوقنا للحج وتعلم أننا يا مولانا نشتاق إلى أن نلثم عتبات الكعبة ونسير في المواطن التي سار فيها حضرة النبي ونزور حضرة النبي ويا جمال روضة النبي ويا جمال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومسكنه يا رب اجعل كل مشتاء مننا يا رب يحصل ثواب ويحصل جمال ويحصل وصال الحج يا رب العالمين مسكين فقراء لا نعرف أحدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة إلا أنت يا مولانا يا مولانا نسألك لأهل الاشتياق أن تجعلهم من أهل العطايا يا رب العالمين نسألك أن تكرمنا وانتهبنا يا مولانا لزة أنوار ما يحصله الحجيج من وصال وجمال يا رب العالمين أكرمنا وأعنا واجعلنا من أهل المحبة يا رب العالمين